نتابع وإياكم إذن بالتأكيد هذه الساعة الأخبار المتتالية والعاجلة من قطاع غزة ما زالت تتصدر مشهد الأخبار لأن نشاهد وإياكم هذه الصور إذن من قطاع غزة كما نشاهد القصف الإسرائيلي يتجدد على القطاع كانت أيضا محاورة عدة قد شهدت سخونة في إطار المعارك الجارية بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي وذلك من محور الشمال إضافة كذلك إلى محور الجنوب أو من منطقة الجنوب وفي محاور مختلفة لم تخب إذن خان يونس ولا حتى رفاح وسط القطاع وبالتأكيد المشهد في الشمال تحديدا في جبالية لم يشهد توقفا لهذه الغارات وهذا القصف الإسرائيلي على القطاع الأعداد إذن تتزايد من الضحايا الفلسطينيين آخر حصيلة بحسب التقارير أشارت إلى مقتل ثمانية عشر ألفا وثمانمائة فلسطينيين حتى هذه اللحظة الأعداد بالألاف تزداد التقارير تشير كذلك إلا أن المستهدفين أو الضحايا من الصحفيين والقطاع الطبي ومنظمات الإغاثة والعملين في هذا المجال أيضا تزداد أعدادهم لا يغيب كذلك عن هذا المشهد الحراك السياسي الأمريكي الإسرائيلي وأيضا ما تم التصريح به أو الإشارة إليه في تقرير أكسيوس حول اجتماع لربما مرتقب مطلع الأسبوع المقبل وذلك بين مدير المخابرات الإسرائيلي وأيضا الجانب القطري في سبيل الوقوف حول مستجدات متعلقة بالتفاوض عمليات التفاوض التي كانت قد انتهت إذن وذلك لما روجت إسرائيل بأنه عدم التزام الفصائل وتحديدا حماس بالإفراج عن أسيرات بينما ذكرت حماس وقالت إن هؤلاء الأسيرات هن مجندات في الجيش الإسرائيلي الضغوط الأمريكية طبعا تتواصل على الجانب الإسرائيلي كانت هناك زيارة لمستشار الأمن القوم الأمريكي جاك سوليفان إلى تل أبيب وأيضا للجانب الفلسطيني كانت هناك تقارير وتصريحات على لسان السلطة الفلسطينية تحدثت عن أن الموقف لا يشهد لربما ضغطا أمريكيا على الإسرائيل وإن هناك تماهيا لربما في الرؤية بين الأمريكيين والإسرائيليين نشاهد إذن أيضا كما ذكرنا هذه الصور المباشرة من قطاع غزة